اشتركوا في القناة محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود وألقى الدكتور السيد حسين عبد الباري من علماء الأزهر الشريف خطبة الجمعة بعنوان رمضان البطولات والانتصارات واختتمت الخطبة بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وجيشها من كل مكروه وسوء وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان وعقب أداء صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بكبار قادة القوات المسلحة وأقدم الرئيس التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة ذكر انتصارات العشر من رمضان مؤكداً أن الشعب المصري يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعاً عن أمن مصر وسلامتها بسم الله الرحمن الرحيم كل السلام أنتوا طيبين جميعاً رمضان كريم يا رب جمان المناسبة التي نحتفل بها المناسبة عظيمة اليوم عظيم في تاريخ مصر يعني الحديث فكل عام أنتوا طيبين وربنا سبحانه وتعالى يعني يكسر من هذه الأيام الطيبة الجميلة والسعيدة في حياتنا وأيضاً نتمنى لشهدائنا ومصابينا على مر كل العصور أنهم ربنا سبحانه وتعالى يتغمدهم برحمة ويجمعنا بهم على خير اسمحوا لي أن أنا أجل لكم التحية والتقدير على الجهود التي تبذلوها وبذلتوها خلال الفترة التي فاتت والتي الحقيقة كان لها تأثير كبير على حالة الاستقرار التي نعيشها ويمكن لو نفتكر من 2013 كان حالنا كان عامل كيف؟ يعني في 2013 و2014 و2015 و2016 ويمكن لغاية دلوقتي بشكل طبعاً بجهدكم وبجهد أشقائكم في الداخلية وزارة الداخلية يعني تحقق استقرار كبير قوي قوي وتم مواجهة الارهاب بشكل حاسم وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يكمل فضل علينا ونستطيع أن احنا نقول أن احنا نزعنا هذا الأمر مش بس فقط بالإجراءات الأمنية اللي بنعملها لكن أيضاً ببناء الوعي والفكر والمعرفة والثقافة بيننا كلنا كما تناول اللقاء عدداً من الموضوعات المهمة على كافة الأصعيدة داخلياً وإقليمياً ودولياً وقد أجاب السيد الرئيس على تساؤلات الحضور حول التعاون المصري الليبي خلال المرحلة الحالية ليبيا احنا مساعدين نساعدهم كأشقاء وكبعد استراتيجي زي ما الزميل قال أنه يعمقنا الاستراتيجية على الاتجاه الغربي وإحنا عندنا فرصة وإحنا الكلام ده أنا قلته من سنة ونص سنتين نظموا العمالة بشركات مصري الكلام ده مش لي كنتوا يعني العمالة المصري اللي ممكن نوديها ليبيا تتنظم قوائم وبيانات وشركات توديها يعني يبقى فيه شكل أفضل كتير من الشكل اللي احنا بنعمله ده احنا كدولة جوار فيه فرصة احنا بالخبرات اللي عندنا فيه فرصة احنا بالانطباع اللي عندنا بقى فيه فرصة ليه الناس اللي جات لنا على مدار الأربع خمس سن اللي فاتوا بتادي يقولوا الدولة المصرية باللي بتعمله ده شركتها شركات ايه قادرة اللي يعمل خمس أنفاء تحتقانات السويس لا يقدر وبنعمل دلوقتي الأنفاء بتاعت متر الأنفاء بشركات مصرية مش كده برضو يقدر وهلوم ما جرأ اللي يقدر يعمل محطات المعالجة ومحطات التحلية ومحطات الكهرباء واي أشغال أخرى يقدر وممكن نعتمد عليه عندنا كهرباء زيادة ممكن نوديلهم لغاية ألف ألفين ميجا زي ما هو عايزين عندنا السودان نفس كلام عايزين ألف ألفين عندنا زيادة للديوم الأردن عايزين والعراق ألف ألفين زيادة للديوم عندنا الحمد لله رب العالمين اللي اتعامل في السبع سنين اللي فاته كان فضل كبير قوي من صاحب الفضل كما أجاب سيادته على سؤال عن المشروع القومي لتطوير الريف المصري طيب أنت بقى معمول حسابك على كام في المشروع بتاع الريف الحياة كريمة ساتك صدقت بتقريباً 500 مليار هو اللي ما عنخش على الريف المصري أنتوا عارفين التلس سنين دول ده كلهم بقولك ده مستحيل مش كده يا محمد بيقولوا التلس سنين اللي أنت بتتكلم عليهم بأنك ترفع كفاءة نص مصر الريف المصري فيه 56.58 مليون بطرقه بمحطاته على الجيته بكهربته بالصرف الصحي بتاعه بمية الشرب بالمستشفيات بالمدارس بالتنمية المحلية بحاجات كتير قوي بالرأي الحديث بتبطيل الترع كل الكلام ده وخاصة أن القرى دي يعني طبعاً مش متخططة وكانت معمولة بشكل عشوائي كتير وكذا حول الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة أنا بس عايز أقول لكم تساعة لما نقول الفكرة دي الناس مصنم على أن القاهرة تبقى كده ونقعد فيها هي كده والزحمة اللي فيها كده وإحنا اللي بنعمله هناك أرخص وأكسب إحنا كل اللي بنعمله دلوقتي حتى الآن 40 ألف فدان من العاصمة اللي عملناه حتى الآن كم؟ 40 ألف فدان من كم؟ من 175 ألف ده اللي عالمين زيه منصورة جديدة زيه إن شاء الله بيجي نفتاتي على العاصمة هتشوفوا دولة تانية مش كلام دولة تانية هي الموضوع مش مبنى بنعمله لا إحنا بنعمل جوهر ومضمون مع الشكل اللي احنا عايزين نعمل قول صلاة وطيبين شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً